عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعات للجمعيات العمومية للصناديق الفرعية الأربعة التابعة للصندوق بحضور أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس إدارة الصناديق الفرعية تأتي الاجتماعات لمتابعة العمل في الصناديق الفرعية والعرض على الجمعيات العمومية والاتفاق على الرؤى والخطط الاستراتيجية لكل صندوق يشار إلى أن الأولويات التي تحكم الخطط الاستراتيجية للصناديق الأربعة هي خلق سروات للأجيال القادمة وتطوير الأصول وتعظيم العائد منها والدخول في شركات بناء لتوطين الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة